فاتن مش لقي مكان تروح فيه بيتنم في الشارع بيععدوا الزباط وبياخدوها بيحطوها مع بنات يعني بتوع أداب بتقولهم أنا مزيهم يا باشا أنا معنديش مكان أبات فيه أنا مزيهم طبعا البنت بتضربها بتقولها أنت بتقولي إيه وأنت تطولي أصلا تبزينها بتروح طبعا تعيط للزبط حازم بتقوله إنها مش بتاعة أداب ولا كمان بتاعة شحاتها إنها مش لقي مكان تروح فيه مش أكتر وبتفضل تعيط وتصعب عليه بيقوم طبعا بيصدقها وبيقوم يديها الفلوس وبيخرجها بتخرج طبعا في الشارع بتدور على مكان تروح فيه بتطلع سبحة باباها وبتفتكره لكن ما فيش أي مكان ممكن تروحه بالنسبة للسرية طبعا اتغنى جدا فعنده معرض عربيات كبير جدا سرية قاعد وبتجيه للسكرتيري عشان تمضيه على شيكات وعلى إيميلات الميلاد لكن بيقول لها شيكات ماشي لكن التانية دي أنا ما فهمش فيها طبعا اتغنى جدا وبقى شايف نفسه جيه مصطفى بيهنيه وبيبركله بالخطوة دي أما فاتن اللي كانت عمالة تدور على شغل دخلت المستشفى ولقيت مطلوب عاملات نظافة وبالفعل راح تسألت بتاع الأمن وقال لها أنا حوديكي وراحت ويقابلوها بتكلمها المديرة بتاعتها بتقول لها تبيض وشي وتشتغل كويس وبتقول لها يا قبلة فبتقول لها ما فيش قبلة أنا الستة الريصة طبعا بتقول لها حاضر من عيني لكن أنا عايزة ما كان قابت فيه لأن ما عنديش أي مكان وبعد ما أبويا مات أختي طردتني برا البيت بتقول لها جوي الصعبانيات ده ما يمشيش عندي عشان طبعا تاخدي بقى شيء زيادة لكن طبعا بتقول لها إنها مظلومة وإنها مش قصدة كده بتصعب عليها جدا فاتن وبتقول لها بصي حظك حلو هم طبعا بيبيته هنا العاملات عندنا في المول وعايزة بقى تبيض وشي وعندك يدوات النظافة وبتسيبها وبتمشي وبيخلص المشهد على كده